اشتركوا في القناة وأن الجو أو المطر يسوغ الجمع فذهب هذا المصلي أو هذا المأموم إلى مسجد آخر أو بحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها فصلى صلاة العشاء فصلى الجمع في مسجدين مع إمامي ما قولكم في ذلك؟ من الإمام الأول لم يرى أن هناك مسوغ الجمع إذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحل ولا هناك برد ولا غير أرى أن هذا يشفر من سافر في رمضان من أجل أن يفتر والعلماء قالوا إذا سافر في رمضان من أجل أن يفتر حرم عليه السفر والفتر لأن هذا الرجل الآن ما ذهب يريد الرخصة ربما يكون تعب من مسجد حيه إلى المسجد الثاني أكثر من تعبه إذا حضر إلى صلاة العشاء لكن يريد أن يتخلص من الصلاة فكأنه يقول أرخنا من الصلاة ولا يقول أرخنا بالصلاة أرى أن مثل هذا إن لم تكن صلاة باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة لأن هذا ما ذهب إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة إنما ذهب من أجل التخلص وإلا فمن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له فأنا في شك من صحة صلاة ونصيحة للمسلمين أن يختبوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله فرر الصلاة وجعلها كتابا موهودا لوقت معي لا يحل للإنسان أن يقدم صلاة على وقتها وإذا قدمها لم تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد إلا إذا كانوا نقعون الشرع إلى بأس ثم نقول لهذا الرجل اذهب الآن إلى بيتك وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر المسجد يحذر وإن كانت السماء تمطر ويرحقك المسجد قصلي في بيتك ولك أجل الجماعة لك أجل جماعة كاملة لأنك تخلفت عنها لأسهل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح ومقيم نعم